موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله انا علي عمام شحسين من العراق جيت مع ابن تليم ابن تليم مريضة قدها مشكلة في عظم الساق اللي هو عظم القصبة بصراحة هاي المشكلة بالعراق ما بدروا يعالجوها فجينا عن طريق وزارة الصحة الى الهند بالبداية بالهند التقينا وهي المترجي محمد نصر طلب الله عليه وجزاه الله كل خير ودلنا الى مستشفى باني بال والتقينا بالدكتور شبام جين بصراحة الدكتور شبام جين بسوالها العملية وان شاء هاي المشكلة اللي كانت بنتي تعاني منها والحمدلله بنتي حاليا بصحة جينا وان شاء الله ترجع تمشي على رجليها مثل ما كانت قبل وشكرا موسيقى 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 After the pregnancy we found out it actually has osteosarthoma which is affecting her right tibia she started with chemotherapy and then we organized We were able to do the limb sal Tat surgery with the modular prosthesis we've constructed for her and today she is Spider back in her country and we will take our adjuvant therapy later and we have been very happy for her that we've been able to save her limb and she is able to walk like a normal person now